ترجمة نانسي قنقر وليس عسكري لكن هذه الأخبار حتى هذه الساعة لم يتم تأكيدها ولم يتم الأعلان عن استهداف أي شخصية لحزب الله مع العلم بأن حزب الله عندما يتم اغتيال أي من قياداته أو مقاتليه يتم الأعلان عن هذا الموضوع بشكل علني ورسمي حتى الساعة حزب الله لم يعلن عن مقتل أي من قياديه إن كان سياسيا أو إن كان مقاتلا أو قائدا عسكريا أو ميدانيا إذن الغارة التي سهدفت منطقة جناتة المنزل مكون من ثلاث طبقات أدت إلى وقوع عدد كبير من الإصابات وأيضا إلى وقوع ضحيتين سيدتين إحدهما مسعفة في إحدى الفرق الطبية العاملة في المنطقة هذا الصباح يشهد هدوءا حذرا لكن قبل قليل كان هناك صلية أو استهداف لمستعمرة المطلة في القطاع الشرقي هذه المستعمرة التي يبدو من خلال الصور بأن صحب الدخان تبدو واضحة هناك بعد هذا الاستهداف حزب الله اليوم لم يعلن حتى الساعة عن تنفيذه إلى أي عملية وكان أمس نفذ 12 عملية على عدد من المواقع الإسرائيلية المنتشرة وكان أبرزها استهداف ثكنات عسكرية في الجولان السوري المحتال وأيضا في الجليل بالتحديد في صفض وتلك العمليتين الأبرز كانت ردا على اغتيال القائد العسكري طالب عبد الله ليل الثلاثاء في الجنوب أيضا إذن الجبهة كاترين ما زالت على حالها حالة من الترقب وأيضا حالة من القلق حول التطورات الأخيرة التي تشهدها الجبهة الجنوبية خاصة لجهة الاغتيالات التي ينفذها إسرائيل والضربات الإسرائيلية والغارات العنيفة التي ينفذها على الحدود وأيضا لجهة العمليات النوعية التي ينفذها حزب الله على المواقع الإسرائيلية أمس أكثر من 200 صاروخ توجهوا باتجاه المواقع الإسرائيلية والثكنات العسكرية ووصفت العملية يوم أمس بأنها من العمليات الأكبر والأوسع على المواقع الإسرائيلية من اندلاع هذه المواجهات في الثامن من أكتوبر إذن حزب الله ما يزال في إطار الرد على عملية اغتيال القائد طالب عبد الله لا ندري إن كانت وقف هذا الرد يوم أمس بعد تنفيذه العمليتين الكبيرتين على الجولان وصفض لكن من المتوقع ومن المرجح بحسب مصادر بأن هذا الرد لم ينتهي وربما يكون هناك استهدفات أخرى لحزب الله لمواقع إسرائيلية وثكنات أخرى في الجنوب ما زال هذا اليوم في أوله نحن نرصد ونراقب ونتابع آخر التطورات على الجبهة الجنوبية كاترين أشكرك من جنوب لبنان حنان عيسى مراسلة الغد